مرحبا حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير فقرتنا مع المتميز كريم سعيد هنتكلم فيها على ملف النادي الاهلي وعلى تساؤلات حضراتكم بعض الناس من جمهور النادي الاهلي لا ده مش مركز النادي الاهلي المركز التاني بعض الناس الآن شوية من اجمالي أداء النادي الاهلي في دور المجموعات نتكلم كمان معه على بعض التصرحات ديدي جميز المدير الفني لفريق سيمبا موسيماني في مقلال المؤتمر الصحفي النهاردة وأكيد كريم دايما متميز وهيطلع لنا أرقام وأحصائيات ووجهة نظر خارج الصندوق زي ما بنقول دايما بيشرفنا هنا في البيت الكريم الكبير كريم سعيد برحب بك كريم مساكة الهاني ومساكة الخير لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي طيب قبل أن أخش في أي كلام إيه رأيك يعني أنا حتى كنت بتكلم معك وبقولك وأنت بتقول لي بعض الجماهير مش مبسوطة بالمركز التاني النادي الاهلي رغم التأهل كلنا طبعا سعودها بالتأهل لكن يقولك لا المركز التاني لا يعودك بالنادي الاهلي ألقانين من مشوار النادي الاهلي من دور المجموعات على في دور التمانية شايف الألق دا إزاي وهل أنت كمان ألقان من الأداء؟ خلينا كابتن هيني الأول اتفق على المبدأ اللي بيقول الوصول إلى القمة صعب ولكن الحفاظ عليه أصعب طيب أنك توصل إلى القمة دا أمر شاك جدا وده اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت في بطولة القضية بتاعة مجد يا عفش احنا وصلنا دا وكان مشوار صعب جدا وكلمنا الحمد لله بانتصار أعتقد يعني البعض بيعتبره أهم انتصار في تاريخ نادي الأهلي الحفاظ بقى على بطولة دوري الأبطال للموسم التاني على التوالي إن شاء الله دا أمر أصعب وأمر أكثر مشقة وبالتالي محتاج شغل كتير ومحتاج صبر ومحتاج خبرة في التعامل مع الأمور وادي مثل بسيط مانوي جوزي مع سكواد 2005-2004-2005 اكتسح دوري أبطال أفريقيا للدرجة اللي خلت فريق زي النجب الساحلي كان في كمته في البطولة دي ومكانش دخل فيه أعتقد ولا هدف لغاية ومتغلبش ماتغلبش لغاية السيمي فاينل ولغاية ماتش الزهاب في السيمي فاينل لعب قدامنا ماتش الزهاب في سوسا في سوسا بيلعبه 6-4-0 فيش مواجب كله واقف ورا بيدافع وفي الماتش دا اللي يفتكر المباراة دي كانت 0-0 في سوسا النادي الأهلي ضيع كم هائب من الفرص حسن مصطفى وبتريكا ضيعه فرص كتير قوي جينا هنا في القاهرة حسن من الفاينل الدوري أبطال أفريقيا أعتقد فيه خمسين دقيقة كنا جايبين هدفين وبركات جاب الهدف التالت في النهاية المباراة كان واحد من النهايات السهلة فالجيل دا أو البطولة دي استثنائية استثنائية بحتة بالظب بشبهها كده بالبطولة اللي مازامبي كسبها في 2010 لما كسب التراجي في الزاب 5-0 وراح في النس تعالي الواحد واحد وخذ بطولة مازامبي كان فريق وما بتتكررش كدير النهايات السهلة دي أو البطولات دي نكتبقى شايف فرقة من بدايتها الأخيرها هي دي مرشحة وما فيش غيرها موزمن اللي وراها البطولة اللي وراها النادي الأهلي في 2006 واجه صعوبات كبيرة جدا جدا في دور المجموعات وكان معنا صفاكسي يعني احنا كان صفاكسي كامم gå في دور المجموعات طبعا وضعا في الأعتبار طبعا يعني دور المجموعات ساعتها كان بيتلاقي في دور الثمانية يحوIZ متناعة بني نعم دور المجموعات في دور الستاشرة عشان بس ان أنا علف طبعا الناس بتترصد الكلام يعني ففي 2006 الصفاكسي كان معنا في المجموعة وخذنا آه برضو كوتوكو وتعددنا مع كوتوكو في غيرنا صفر صفر وتغلبنا مستفاكسي في أول جولة واحد صفر ووجهنا بعض الصعبات لما قادرنا نرجع في الدور الثاني بالظبط زي ما احنا عملنا كده مع فيتا كلوب كسبنا كوتوكو 4 صفر وكسبنا صفاكسي هنا في القاهرة وبدأنا نكمل غاية لما مرضو صعبنا وصيف ووصلنا للفاينال وخدنا البطولة بهدف هابوتريكا الشهير في رادس فاللي عايز اقوله ان دايما البطولة التانية بنفس الجيل بتبقى الموضوع صعب طب ان عندك بقى حاجات كتيرة محتاج تحلها اول واحدة حالة التشبع حالة التشبع بتبقى عندي اللعيبة لأي رياضي ودي امور الامانة اللي حسها الرياضي اللي هو بيوصل للقمة وتلاقي نفسه انت بتطلب منه تاسك تاني وتطلب منه تارجد تاني تاني يوم السوف تقوله بقى تكسبت خلاص يلا اعملها تاني خاصة ان ما كانش فيه فواصل انت خلصت دخلت على دوري بعدين بطولة افريقيا تاني يعني ما كانش فيه جزء من الراحة او خلاص بتبسل عن الكورونا احنا بنتكلم في عصر كورونا وطبعا وحتى التقارير اللي كان لطيف جدا جدا بتاع اليورو بيوضح لنا ان احنا اصلا عايشين في ظروف استثنائية بحتة ما تقدرش فعلا تحاسب الناس الحساب كأننا عايشين العيشة بتاعتنا ما قبل كورونا فبالتالي في بعض الامور بتحصل وبعض النتاج المفروض ان بقى الجماهير متقبلاها هي مش مصريك موسيماني عشان كون مضحيين يعني فيه واحد من الاسئلة اللطيفة جدا اللي احنا كنا نتكلم عليها بقالنا فترة او الناس بتكلم على السوشيال ميديا هل اصلا لوقت الحياة لوقت محاسب موسيماني الاجابة لا صفر ما ينفعش ليه؟ لان الرجل اصلا ما عماش فترة اعداد مع الفرقة عشان تحاكم او تحاسب مدير فني لازم يبقى انت وفر طيره كل حاجة اخذ فترة اعداد اختار لعبته مفيش قوائم مفروضة عليه نحنا برضه في افريقيا مع تداخل مع الدول المحلية وعندها بعض المشاكل الادارية في الدور المصري وبنأجل كتير وبسبب التأجلات الكتيرة بنفنش متأخر فالمواعيب بتخشف بعضها فكل الامور دي المدير الفني اللي يحسم عليه وبالتالي طبيعا يحصل بعض النتائج السبابة وبالتالي لازم هي تحط تارجتس تارجت قصيرة الامد وطارجتس طويلة الاجل انا عن مستوى الحالي اشوف ان دي الاهلي ماشي بالتارجتس اللي هو كويسة لكن فكرة فكرة انك تضع ضغط انك عايز في الوقت ده بالظروف دي نتيجة والاداء وتكسب بره وجوه زي يجيه لا ده امر ظالم وممكن بقى يضر لانك بتضغط اللعيبة زيادة على اليازم وده اللي انا شفته في فرحة ياسر ابراهيم بالهدف التالي في ضغط وبالتالي اللعيبة بتفرغ الضغطات دي الكلام ده الرياضيين يفهموها الرياضي مضغوط بيستنى بس اي حاجة عشان يطلع الغضب اللي جواء او الضغط اللي جواء الربع انهائي ونشوف المنافس اي ان كان نفس الامر كان احنا واجهناه السنة اللي فاتت وحتى يعني الامر الغريب ان احنا لما طلعنا متصدرين مكسبناش البطولة احنا كسبنا البطولة لما بنتلع وصيفة هي ملهاش علاقة خالص وتاني يا كابتن هاني بقى اوضح حتة دي دوري ابطال افريقيا بعد الفين وعشرة في وجهة نازل الشخصية بقى بيتلاعب على جزيئات جزيئات النادي الاهلي في الفين وطولة مراحل يا انت تكلم على مرحلة مرحلة بمرحلة مش دوري انت في الفين وطلاتاشر اتغلبنا اه ثلاثة صفر من اورلاندو في الجونة صحيح ثلاثة صفر دول المجموعات اي حادش في المطش ده هيقولك خلاص النادي الاهلي مالوش اه يعني فرص كبيرة ومتعادله مع الزمالك في القولة واحد واحد خاصين خمس نقط في مصر فيقولك خلاص بقى الموضوع فالنادي الاهلي قدر ان هو يرجع وخاد البطولة ستيب باي ستيب قطب خطب خطب تمشي واحدة واحدة لغاية لما بتوصل الفين لغاية لما لعبنا اورلاندو تاني وقدرنا نعدم مستوانا فالدول اللي بتطال افريقيا يا جماعة متخدهاش بلوك مع بعضه لا مالوش دعوة خالص دور المجموعات مالوش اي علاقة بتضربه عن نهائي والضربه عن نهائي مالوش اي حلاقة بتسيب الفين انت بتشوف المنافس بتاعك ومدى تركيزك في يومها صحيح ركزت كويس يعني اروح نسان داونز من السنتين لما اتغلبنا هناك بسكور خلاص ماتش العودة تقليبا مات بالنسبانك ما بقاش فيه اي فورس فاحنا عايزين نبقى احنا واضحين عشان نقدر نعمل الدور البسيط اللي بنساعد بيه لعبتنا ويه الجاذب تتكلم كل مرحلة ولها تارجد وكل مرحلة لها اهدافها عايز اخذك للمباراة بتاعت بكرة اهدافها ايه من وجهة نظرك ايه اهداف النادي الاهلي من المباراة بكرة مسلمان يتكلم عن المباراة بشكل احترافي ديدي جميز المدير الفني كمان يتكلم انه هو بالنسبة له كمان عايز يكسب عشان يأكد تفوقه في صدارة المجموعة فيه تمحاته فيه اهداف مختلفة هدف النادي الأهلي ايه؟ او مسلماني بكرة في المباراة بكرة ايه؟ انا شوفك أبتالي هيني ان رب صحوه وتعالى ربما يكون الظروف في المباراة المريخ شاءت الأقدار ان تنتهي بهذه النتيجة عشان لعيبة النادي الأهلي ياخدوا برها من الراحة الزهنية بمعنى ماتش بكرة ما فيش اي ضغط اعلامي فيه لان مهما كات النتيجة لن تغير من موقف الفرقتين فايش المباراة هي اعداد في وجهة نظري للنادي الأهلي للفترة الجاية مسلماني عندهم ساحة انه يجرب بعض اللاعبين اللي مشاركوش في الفترة الماضية انا بالنسبالي مباراة نادي النصر في الكاس يوم الأربع اهم من مباراة سيمبا بكر ليه؟ مباراة النصر هي المؤهلة للدور يبطولة اخرى لازم النهاردة اه طبعا نادي النصر ربما بيلعفتراجات تالية لكن هو احترام وكل شيء لكن بالنسبالك كريم سعيد هقولك ماتشو من الأربع اهم بكل تأكير ويجب التركيز فيه او تركيز اعلى مباراة سيمبا مباراة سيمبا اه طبعا الله اللي اعتبروا الحاجات دي قلنا للأهلي لو بيلعب ماتشو دي بينزل الترجيب بتاعه عايز يكسب لكن بكرة فرصة انك تجرب بعض اللاعبين انه ما بيلعبوش بقالهم فترة وتزود كمان فترة الراحة الزهنية يعني اللاعب داخل مباراة دي مفيش اعلام عليه فيش سوشيال ميديا موضوع بسيط مفيش اي ضخل واعتقد الفترة دي هتكمل معانا بالشيء او بالنسبة بسيطة يوم اللاربع لان بعد يوم اللاربع انت هتخش في ترك صعب جدا 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 كل تقليما تلات ايام وايه ومع طبعا فترة صيام محب نتكلم اه لا الماتشو دي بتلاعب بالليل ولكن احنا عارفين في رمضان ادواء رمضان النظام الغذائي للعيب بيختلف كل حاجة بتختلف كل حاجة بتختلف ايا دكتور تخزية هيجي يقولك عشتك في رمضان شيء وبعد رمضان حاجة تانية في رمضان انت محتاج ان انت تعود جسمك سوائل ومعادن وفيتامين وحاجات كدير جدا جدا فبالتالي احنا افوجة نظري جاب من عند رب صحوها تعالى الفترة دي ان احنا نشم نفسنا شوية الفترة دي ايه يا كريم يعني انت بتتكلم على مباراة سينبا موضي المريخ موضي المريخ موضي المريخ احنا لعبناه يوم اعتقد كان يوم سبت يوم سبت السبت اللي فات تنهاني في حداشر يوم حداشر يوم دور انا طبعا فترة مش كبيرة او ابنا كنتش حاطة مكملناش اسبوعين بس اللعيبة زهنيا ياخدوا راحة من الضغط ان انت كل برضو لعيبة عارفة ان انت مطالب بشي كل مباراة مطالب بشي احنا جينا بعد الهزيمة من سينبا واحد صف لو تفتكر في اول جولة كل المباريات بتاعة الدولة ابطالة افراكية كلها ضغط ضغط عصبي عايز تكسب برا وجوه كمان لما جيت تعاود بتاع فيتا كلوب زودوا الضغط فانا شايف ان اللعيبة تبدأ تشمنا بسها شوية وان شاء الله برضو في مرات النصر تتلعب ببعض من التركيز اشان نقدر ان شاء الله نضمن تأهلنا للدول القادم ويبدأ البال ايه الشهرين الشهرين بتوع حسم امتحانات السماء العامة علفهم الشهرين دول الشهرين قبل امتحانات دول بصراحة ضغط فترة ضغط كبيرة جدا طيب على مستوى على مستوى رفع الضغوط على اللعيبة راحت بعض اللعيبة شايف مين اكتر واحد محتاج الفترة دي مين اكتر واحد في النادي الاهلي ملعبت النادي الاهلي ممكن جدا المسلمان يبصلوا ان الفترة دي لا التمرين بس استشفى عشان نركز في الفترة اللي جاي ومين كمان من الناس اللي برا اللي لازم تاخد عشان تبقى كمان عندك عندك ريزيرف عندك البديل اللي جاهز في المعمع في شهر ابريل ومايو والله كنت نلعب كتير بصراحة يعني النادي الاهلي فيه لا يقل عن خمس او ست لعبين في وجهة نظري فعلا محتاجين ان هم ياخدوا برها من الراحة بعد كمية الضغط طبعا اولا في وجهة نظري ايمن اشرف ايمن اشرف انت بتلعبه في كذا مركز في الوقت الاخير بسبب اصابة شوية باك الشمال شوية مساك والمركزين برضو فيهم يعني التعب وفيهم تركيز وضغوطات كبيرة قدامه ونفسين مختلفين سواء مستوى المحلي او مستوى القاري فا ايمن اشرف بالنسبة لي محتاج ان هو يعني يشم نفسه شوية محمد هاني محمد هاني ضغط كبير جدا جدا في الفترة الاخيرة عليه ولعب مبرات كتيرة جدا 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 واعتقد هو برضو محتاج ان هو ارتاع عمر السلية برضو نفس الامر مجدي افشا وديانج يعني فيه لعيبة كتيرة بصراحة ربما بتلاقي يعني بعض المساحة في خط الهجوم لما بيبدلوا مع بعض مع خلاف الخطة بتريح شوية محمد شريف لما بيلعب لوحدهم ازاي ميلعب مع مرام محسن وفيه روتاشن شوية قدام يعني بزبط فيه حد بيشين معاك بزبط لكن في بعض المراكز بتلاقي ان اللعيب هو مفيش غير انت محتاج انك تلعب به طوال الوقت وبالتالي بشوفهم حتى بزبط بانون بشوف ان هو حتى ربما واضح ان هو متأثر جدا بموضوع المتخب المغربي ده ان هو لم يتم اختياره في القايمة تتفكر ده كان جزء متأثر على مستقل طبعا 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 اكيد ان بزبط بانون ما كانش عنده مشكلة بدانية في المباراة كده عنده بس زهنه قراراته عشان ياخد قرار اه يعني هو حتى الكرة بتاعة البنالتي وضحت ده لان اللاعب بتاع المريخ بياخد الكرة وبيخرج برامضة الجزاء خلاص سيبه تشمحتك اصلا ان تاخد الكرة منه ان هو قرارة مش عام عليك خطورة فده بيوضح لك ان اللعيبة بعض اللعيبة عندهم يعني ارهاق ذهني وان بعض عنده ارهاق طبعا على الجانب الاخر انت شايف مين من الضروري ان هو خلال الفترة دي يتجهز بمعنى اصح على المستوى الفني على المستوى البدني عشان يكون كمان سلاح موجود معنا في خلال الفترة اللي داي اشوف طبعا اكرم طوفيق اكرم اه وناصر ماهر فرصة حلوة دي فرصة رائعة لناصر ماهر طبعا ان هو يخش يلعب كابليميك خصوصا ناصر قبل الاصابة كان في واحدة من افضل من افضل من افضل فتراته مع النادي الاهل او حتى مع المنتخب الاليمبي وبالتالي اتمنى بصراحة ناصر ماهر تبقى دي فرصة لان وجود ناصر ماهر بقى في التشكية الوقت يا كابتن هاني في الفترة الاخير احنا الوقت بنتكلم على التلت الاخير من الموسم اه صحيح تبتفنش فالتفنيشة واحدة من اهم النقط اللي انت محتاج فيها ان معاك دكة قوية ودي مثال في وجهة نظر الشخصية البحثة واحدة من النقط اللي خسرتنا قدام الوداد قدام الوداد اللي كان فيها الكابت حسينة بدري مدير فني هو اصرار الجهاز الفني ساعتها على تحقيق بعض الارقام الكلاسية في الدور وانا مفنشين الدوري بدري وفضلنا نلعب بالاسيين لوقت متأخر عشان بعض الارقام الكلاسية مما اثر على بعض الاصابات اللي وجهتك في البطولة خصوصا ان انت في المندور التمانية ساعتها لعبت التلت مواجهات صعبين جدا ترجي في نجم ساحلي في وداد في الفاينل الاصابات ساعتها اصرت عليها وده التلت الاخير هبنتكلم عليه من الموسى فمهم جدا في الرمق الاخير زي بالضبط كده السباقات العدو صحيح في السباقات العدو الطويلة بكمش طبعا 100-100 متر شكرا رجب يسفر اجري لكن الطويلة 5000 متر وال1000 متر بتحتاج انك تمشي واحدة واحدة اول ما تسمع السفارة بتاعة باقصى جهد عندك طلع ولازم تكون محضر لهذا الجزء اللي انت هتستخدمه في اخر 100 متر يعني انت ما تطلعش طاقتك كلها مرة واحدة عشان الاهم الاخر الانطار الاخيرة بالضبط وبالتالي زي ما انت بتتقول كده احنا عندنا تقريبا وصلنا للحد الاقصى من الاجهاد وبالتالي الفترة داية اللي جاية مهم جدا انك تعيد تاني وتعيد شحن البطارية من اول جديد عشان المشوار اللي جاي هو المشوار الاسعب وضلا برضو يا كابتن هاني ان العمود الفائلي بتاع النادر اهلي هو العمود الفائلي بتاع متخب مصر يعني يعني مثلا في الفترة التوقف الدولي فممكن العمود تقول لي الحمد لله الفترة التوقف الدولي جاي استنى يا باشا هات بقى الستة اختوعة هات مبلغ سمحت عشان احنا رايحين كينيا ورايحين مش عارف فين ورايحين فين فبرضو فيه الجهاد وفيه تعب فبالتالي العمود الفائلي بتاعك مرتاحش فنقطة مهمة برضو فيه تخطيط الجهاز الفني للفانشنج بتاع السيزن ان انت يكون معاك دقة قوية فوقت كويس جدا جدا انا بشوف ناصر ماهر واحد من اهم الاعمدة في الفائلي واهم اللعيبة اللي انت بتحتاجه يبقى معاك تحسبا لأي ظروف ممكن تحصل وبرضو اكيد طبعا اتمنى صلاح محسن برضو ان شاء الله باذن الله ورقة مهمة جدا جدا كجناح او حتى كمهاجم صريح بيلعب الدورين طب كان متوقع ان الكهرباء يخش القيمة هل انت شايف برضو لسه نتيجة طبعا توقف شهر اكيد كان بيتمرن في الشهر ده لكن بعيد عن الكورة اه بس بعيد عن الكورة هل كنت متوقع وجود كهرباء بكرة في القيمة واشتراكه جزء من المباراة ولا انت شايف انه ممكن بيحضر كهرباء اللي مباراة ياخد بداية مثلا مباراة كاس مصر امام المصر لا انا شايف ان الجهاز الفني في يعني راحة كهرباء له مطلق الحرية في اختيار التوقيت المناسب لعودة كهرباء وعلى كهرباء ان هو طبعا يلتزم باي قرار ياخده الجهاز الفني في الوقت الحالي ده شيء مهم جدا جدا عشان بس نبقى احنا واضحين مع بعض فيه الجزء الانضباطي عشان هو اتقرر كذا مرة فاحنا في الوقت الحالي خلاص لو النهاردة لم يتم الاقتيار اوكي دي وجهة نظركم موجود في مطلق النصر انا موجود مش موجود اوكي انا مستعد وبتضرب عشان لعب مطلق انا فوق انا بتكلم على الشكل الفني وعلى شكل التجهيز اعتقد لأ لسه ممكن ممكن مباراة النصر سيمبلا ماتش سيمبلا مباراة النصر اه لان مباراة النصر اكيد هي مستواها اكيد مش زي مستواات الدورة بتاع افريقيا ولا حتى الدورة ممتاز وفيها فرصة وكمان تدي مساحة لان زي ما حكيت فضلت وقلت اكيد كهرباء في الفتنس وبيتدرب بدني اكتر ما بيتدرب كورة صعب جدا حتى ايضا لو بيمرر كورة مع زميل او حد معاه مستحيل تبقى التمرينة دي نحسبها او نقارنها بتمرينة فرقة كاملة وانك بتخش في مجموعات وبتعمل بعض المهارات طبعا فيش اي مقارنة وبالتالي اشوف لأ خروج كراربة من قائمة بكرة كرار السليم ربما يكون فيه مساحة فيه بعض المساحة عشان برض اكون ضقيق في كلامي في مباراة النصر كريم انت قلتلي مهم جدا جبتلي اسمين اكرم توفيق اتكلمت على ناصر مهر عناصر مهم جدا جدا عايز اناقش معك برضو احمد بيكم انا نفوته بصراحة انا عيسي اه فوته طبعا ايوه ما تفوتش معايا حاجة اتفوت بيكم انا عيسي لا دمام يعني انا اتكلم على بيكم كمان على اساس عندنا مشكلة في الباك الشمال ايمن طبعا غياب علي معلول محمد وحيد ايمن لسه موضوع الاجهاد اتكلم على بيكم وكيفية توظيفه في الفترة اللي جاية واتكلم على عودة وليد سليمان واشتراكه حتى في مباراة اللي فاتت هو لو جزء صغير من المباراة شايف كمان نعم وجوع وليد سليمان يعني مفيد جدا يعني هابدأ طبعا بربوضان بيكم واحمد روضان بيكم بصراحة زي ما احنا كنعي كتير ورقة مهمة جدا في دفاع النادي الاهلي خصوصا لما بيتم توظيفه في مركز المساك او حتى ايمن لما بيكون باك يمين ويضم مع الاتنين مساكين لو انت حبيت تقل بالطريقة في وسط الماتش لتلاتة اربعة تلاتة يعني دي ممكن تتام بوجود رمضان بيكم بالزبط طالما انت ما طيرتوش فدي واحدة مهمة وكمان شوفنا البرون بيكم قدر برضو يلعب باك شمال لما احتجناه في المركز لما كان عندنا نقص فيه فطبعا فكرة الروتيشن في مراكز اللعيبة في الخط الخالفي مهم جدا يكون معاك لعيب جوكر انا كنت دايما احب احمد فاتحي في الجزء ده كنت دايما احب حمد طلبة في الجزء ده ليه لعيب تقدر تحركه يستغله وقت ما هو يحتاج سواء داخل مباراة او خلال مباراة وبالتالي اشوف احمد رمض بيكم مهم جدا انه يتواجد ان شاء الله في مباراة الغد كأساسي اتمنى اتمنى كباك يمين اتمنى بصراحة انه اشوفه انه مهم جدا ان احمد رمض بيكم ياخد بعض المباراة ونشوفها تسعين دقيقة كمان عشان يبقى محافظ على حساسية المشاركة دي مهم جدا انه ربما لاعب يتقلق في التدريبات بشكل كبير مشتور دي بشكل كبير لكن المشتور الاسميك عصبية مختلفة وخصوصا للعيب لا بيشاركش بانتظام بيبقى نازل مركز قوي وعايز يحس بان الناس بتتفرج عليه وانه عنده حاجة جديدة يقدمها نفس الامر بالنسبة طبعا لأقرب لكن حضرت برضه قلت اسمه مهم جدا 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 لدورة ابتالفرق وهو وليد سليمان وليد سليمان لو نفتكر في الموسم اللي كان موجود فيه كارتيرون مدير فني للنادي الاهلي وليد سليمان في وجهة نظر الشخصية كان له الفضل الأكبر في وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد المجهودات اللي قدمها في في البطولة ساعتها وجاب لنا جون في الجزار كان جون مهم جدا وليد سليمان هنا الخبر جوز الخبر ربما وليد سليمان ما يقدرش مسلا يديك تسعين دقيقة بسبب عامل السن ولكن في نقطة مهم محدش عندك عنده نفس الخبر بتاعته وليد سليمان في الخط الأمام وفي قياط الفريق كخبرات وكأراء وكواحد يعني من الجيل الزهبي للنادي الأهلي فبنتكلم على واحد يعرف يلعب في أي ملعب خارجي برا أفريقيا خاض كل التجارب دي خاض ملاعب صعبة جدا وقعد في فنادق صعبة جدا وظروف معيشية صعبة جدا ده احنا بنحتاجه في الفترة اللي جاية ليه زي ما قلت بتلعب على جزئيات بسيطة لو غلطت خلاص ما فيش عاودة من زي الدوري لو خسرت فيه من ساحة انك ترجع هو نوك أوت زي الملاكمة خط القضي انتهى الموضوع هتفرق معنا كريم ان احنا عشان طلعنا تانية هنلعب المغارات الزهب في القاهرة أو المغارات العودة هناك ولا مع النادي الأهلي طبيعي انها ما تفرقش ده أيام ما كان فيه جمهور ما كانش بتفرق أيام ما كان فيه جمهور ما كانش بتفرق ما يبلغ حاليا لما ما يكونش فيه جمهور أو حتى فيه ألف متفرج يعني لا طبعنا مش شايف في الوقت الحالي فيه أي مشكلة في موضوع الأول الأول أو الهوم الأول وشايفين بعيدا يعني شايفين في أوروبا موضوع فعلا مدام ما فيش جمهور طب مش فرق وقال تراف ملعب كورو وانطعم موضوع حتى وانا اعتقد يعني التحاد الأفريقي لما قال انه هو مش هيسمح يعني بالجماهير عشان الظروف بتاعة كورونا الوقت في العنام برضه واضح نرجع الأرقام رجعت تزيد للأسف يعني بس نتمنى يعني نخش عن الصيف ونخلص من الدايلاما دي ولكن هنطبع بنتكلم ندور للربع نهاية كابتن هاني طبعا هيقام بداية من خمستاشر مايو يعني نص الشهر الجاي فبقى زروف أفضل ولكن ما أعتقدش أي فريق هنلعبه ايه هيدخل كاميا ماكسيم خمس تلاف مع كامل احترامي لا يوازي نادي الأهلي خلاص تعود يعني أنا في رأيي حتى انت كسبت الوداد هناك في الوداد خلاص كسبت بيدا كلاب هناك لا أنا بكين كمان احنا لعبنا ماتشاط ناخدنا من تراجي فاينال في وسط 40 ألف مدفارج واخدنا فاينال من صفاقسي وسط 70 ألف مدفارج حتى إيه مع خلاف اللاعبين ولكن الخبرات دي موجودة فإحنا ما عندناش مشكلة نلعب مع جمهور وها بس أقصى تقدير يوم هتلعب مع جمهور في الأدوار الجاية خمس تلاف عشرة تلاف مش هنشوف أعتقد اللي شفناه في ماتش سينبا في الأود مش هتقرر تاني طب نرجع لسينبا وأنا في اعتقادي مفاجئة المجموعة أو يمكن مفاجئة دور المجموعات كلها نعم إيه سر تفوق سينبا هل على المستوى على المستوى الفني على المستوى البدني على المستوى الاستثماري في بلاننج موضوع للنادي فالناس عندها يعني عندها نشوة إنت شايف سينبا إزاي على المستوى الفني هاخد من كلام باربرا جونزالس الموديري التنفيذي لنادي سينبا واعتقد بقى توجه يعني مألوف لنا في الفترة أخيرة في الأخبار وكان عندها حوار مع أحد وسائل الإعلام الأفريقية الشهيرة يعني وحوار فعلا يعرفنا ليه سينبا تطور من الفرقة اللي احنا كسبناها هنا في برج العرب خمسة صفر آه ما كسبونا سعادتها هناك بس هنكسبناه هناك خمسة صفر وفيتا كلوب كسبوهم خمسة صفر رغم طبعا سينبا سعادتها فانش تاني وورا نادي الأهل يفرق نقطة عن فيتا كلوب وما بين الفريق اللي قدر السنة دي يروح يكسب فيتا كلوب في ويكسبه أربعة في تنزانيا ويأملوا أنه هم طبعا لقدر الله يحققوا النتيجة إيجابية قدامنا بك إيه السببب ببساطة الناس قعدوا يعني باربرا بتتكلم بتقول إحنا شفنا مستوى فرقيتنا في الفترة اللي حاصل فيه موسم 2017-2018 وقيمنا الأمور وأول حاجة عمل أول قرار خدوه يا كابتن لين أول قرار جابوا فريق تحليل بالفيديو للفريق للفريق وللمنافسين قبل ما يفكروا في الموديل الفني دي الخطوة قبل الموديل الفني الخطوة القول جابوا فريق عمل تحليل بالفيديو للمنافسين ول الفريق نفسه عشان يعرفوا مواطن الضعف والقوة عند الفريق نفسه وعند المنافسين طبعا قرارهم لما جابوا دي دي جو ميز في شهر يناير الماضي يعني دي دي جو ميز كان مسكن من ريخ بس كان عنده مشكلة في الراتب الشاهدي كان عنده مشكلة في الفنوس وسبه وكتلقرة عبلت وتعرفت المريخ مع سيمبا ساب المريخ وراح سيمبا دي دي جو ميز لما راح ولقى ان فيه الظروف المحيطة بيه في الفريق تساعده انه يعمل شغلة افضل من اللي كان عامله مع المريخ مش عزين انسا دي دي جو ميز كمان كمسكن الاسماعيل مسكن الاسماعيل بس يعني معملش اسم مع الاسماعيل لان برضو المشكلة قد تكون مش عند مدير الفني الظروف المتاح حالية مش مخلياني اقدر اشتغل فانا بشوف ان القرار اللي خليته ادارة النادي سيمبا بتبين ادارة محترفة ادارة محترفة جدا قدت انها تشتغل على البيزنس بتاع الكورة دي في وقت الحالي ازاي نهار اطور نفسي وبالفعل حتى النهاردة يعني اختيار دي جميز نحن نشوف لما تشاما وموسيقون بيغيرهم من اليميل الشمال ده بناء على تحليل الارقام اللي معاه فهو بيستخدم الارقام حتى هل تفتكر قلتلك انلي كلارك المدير الفني بتاع المريخ حيلعب بشكل مبني على الارقام ومبني على الاحصائيات ابعد ما هو يعتمد على المعايا مين وبالفعل شوفنا المريخ ايا كان ما ساعدش بس الفريق قد مستوى مختلف عن المباراة اللي احنا شوفناها لما كان ماسكو نصر الديني النابي فده يبقى لنا ان المدير الفني اللي بيجي من اوروبا والمدير الفني المحترف اللي بيعتمد في خطته على جزء منها ارقام مشكلها طبعا على جزء منها فده انا بشوف هو اللي خلى نادي زي نادي سيمبا مختلف تماما وكلامه حتى نهارده عن نيد الاهلي واتمنى طبعا عن قابط الاهلي زاعته بنشوف يا كابتن هاني بيحاولوا النهارده في سفريتهم من مصر بيزوروا منشآت النيد الاهلي الوفد بتاع سيمبا لف على فروع النيد الاهلي شاف المنشآت شافوا الشغل بتاع نيد الاهلي وبيحاولوا يعملوا يبقى ياخدوا كوبي وبيست صحيح بيحاولوا من منظومة الادارية كمان ومنظومة الفنية والسوشيال ميديا وكل حاجة وبيعازين ياخدوها عشان يطبقوها في سيمبا والمديري التنفيذي اللي باربرا على تويتر حساب الرسم بتاعها على تويتر بتكتب إشادة بالنادي الاهلي بكل هذين النقاط قدام مين بقى قدام شعبات بتكتبش ذا اللي نحنا كمصريين لا هي بتكتب الكلام ده للإعلام في تنزانيا للإعلام في أفريقيا لمواطنين في تنزانيا عشان يعرفوا قيمة النادي الاهلي خارج الملعب بالزبط ده حتى قالتها في تويتر قالت أنا بتكلم خارج الملعب النادي الاهلي مش كبير بس داخل الملعب اللي انتم بتشوفوه داخل الملعب ده فرقة الكورة إنما خارج الملعب ده عملاق لازم كلنا نتعلم منه والناس حتى يشوفوا الردود بتاعة الجماهير في أفريقيا من جلوب أفريقيا ومن ناجيريا ومن غانا كله عمال يشيد هنتعلم منهم وهناخد الحاجات منهم كوبي وبيست عشان نتطور لو ما كانش النادي الاهلي ماشي بخطة احترافية ما اعتقدش هم كانوا فكروا وهم لما جم كمان من سبع شهور أشادوا بالدور اللي انت بتقول عليه مش جوه الملعب مش موضوع مش موضوع ماتشو أو مباراة الموضوع أنك عندك إدارة كمان على مستوى عالي جدا عندك كوادر إدارية بشكل كبير عندك بنية أساسية تفرجوا على المنشآت تفرجوا على الافتتاحات بالنسبة كمان لفروع النادي الاهلي وزي ما انت بتقول بياخدوا كوبي بيست ويمكن التويتر اللي هي كتبتها كانت ردود الأفعال كمان رائعة يمكن كل وقت التويتر على الشاشة أمامنا أنه هو زي النادي الاهلي نادي كبير وهي في اعتقاد النادي الاهلي هو رقم واحد على المستوى الأفريقي كله من حيث زي ما انت قلت بس مش داخل الملعب لكن على مستوى الانشآت على مستوى الكوادر الإدارية على مستوى الإدارة مجلس الإدارة فأعتقد ده شيء مهم جدا أن يعني كمان فرقة بتاخد حزو النادي الاهلي وحلعبها بكرة وحاجة للموضوع فني نخش بقى في الفنيات شوية نخش في الفنيات هلاق أن هم حتى في كلام بربرا ما تكلمت في الحوار ده وكلام دي دي جوميز هم عندهم تارجت يعوضوا الخسارتين بتوع الأهلي وفيتا كلوب خمسة صفر في موسم 2017-2018 يعني هنا طبعا مباراهم أخلص حسم الصدارة ودي دي جوميز ربما يكون فوجة نظري يعني التصريح كان خدع شوية هو قال أنا جاي هلعب بالأسيين فولتيم أنا جاي جائز وعايز أكسب بالضبط كان بعد التصريحات اللي جاية من الإعلام التنزيني بعد مباراة فيتا كلوب إن دي جوميز هيريح على أقل تقدير خمس لعيبة طبعا معاهم برنارد موريسن لعيب خط الوسط الغاني ده أريدي موقوف طبعا عايز عايز برضو للسادة مشارين نفتكر تشكيلة الفريقين في المباراة الأولى يعني برضو نفتكر إزاي كان بيلعب طريقة اللعب كان بيلعب أربعة 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 أثنين تقريبا نفتكر برضو التشكيل ونشوف ممكن من خلال يعني من خلال الأحاديث الصحفية إنه ممكن يريح أكتر من اللعب الـ ممكن يريح مين وممكن يبدأ المباراة زي هو طبعا أكيد إحنا في بعض الأسماء لو شوفناهم بكرة في الملعب هيبقى أكيد دي جوميز بيلعب بالتشكيل الأساسي وهم الأسماء التالية أول واحد طبعا المدافع الكيني اللي إحنا عملين نقول اسمه بقالنا كتير أونيانجو واحد طبعا من أفضل المساكين في دور الأبطال السينادي وقدم مستويات مميزة جدا 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 المساكي اللي جانب هو برضو اتنين بيكون معاه السنائية الاتنين دول أسيين مع بعض لوانجا لعب خط الوسط اللي إحنا تكلمنا عليه كتير ويتشاما طبعا الجناح رقم 11 الحريف جدا 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 لواحد من أهم طبعا الرقم 17 مش 11 11 كمان لعيب كويس قوي رقم 11 هو ميكسو ميكسوني هو طبعا لعيب جناح مهم جدا لواحد فينا الهدف في ماتش الجولة الأولى فلو شفت الخماسي ده في أرض الملعب يبقى دي جميز بيلعب بتشكلته الأسسية تشكلته الأسسية وما غير بشكل في وجهة نظري هو محتاج أنه يغير التسكيل بتاعه عشان يدي مساحة للعيبة بتاعته طبعا أنهما عندهم منافسات في الدولة وكمان لسه يبقى داخل على دور الربع النهائي وكمان مش عايز يكشف أوراقه كلها للمنافسين خاص المباراة دي مباراة مهمة الناس هتتابعوا خلال السنبا السنة دي الناس بركزها معاه طبعا من دلوقتي لخد الصدارة من حمل اللقب يبقى فريدة تركز معاه وبالتالي هو قوة بيحاول نهاردة تقرره تجربة مازامبي وتجربة أسك أبتجان أدخ أموال كتيرة في فرقة وأجهزها بلعبين صغيرين في السن مغمورين وأبدأ أشتغل عليهم بمدارس أوروبية في التدريب فأبدأ أطور مستواهم وكمان في نقطة مهمة السن بقى أنا فوجة نظري حتى أقصى أماله حتى لو خرج من دور ربع نهائي في دول الأبطال كم الفلوس والمداخيل اللي هتخشله في نهاية الموسم ده من بيع اللعيبة اللي معاه هتبقى كبيرة جدا وده أعتقد تارجت بالنسبة لي هو يصله لأبعد نقطة أعتقادي وصله من دور التمانية ده شيء أكتر من رؤية كبير جدا طبعا وأعتقدك يا كابتن هاني هم كمان هيخش يقدروا ياخدوا فلوس كبيرة جدا من البيع اتنين لعيبة يعني ممكن يبيع اتشامة نفسه لو باع رغم نصنه كبير شوية بس لو باع بمبلغ كويس هيقدر فريق سنبا يتحول لغول في أفريقيا خلال السنوات القادمة لو هو معاه فلوس كويس هشوفنا مازمبي السنة دي فيه أضعف أضعف نسخة له ليه فريق ما قدش يضم لعيبة كويسة بعد ما في الجيل اللي عمله اسمه مشو عن الفريق فبالتالي بشوف سنبا واحد من النمور اللي جاية في أفريقيا الفترة اللي جاية وأكيد التركيز معها فنيا وإدارين هيبقى قوي جدا لو غير في الأفراد زي ما أنت بتتكلم هيغير طريقة اللعب تغيير واحد بس يعمل يعني بلعب أربعة أربعة أثنين تغيير واحد فقر بس يعمل إلعب أربعة خمسة واحد أربعة خمسة واحد هيزود في نص الملعب لمجرد بس أنه طبعا عارف أن اللعب على في مصر هيخلي نيد الأهلي أكيد عنده أفضلية الهجوم وهيبدأ هو عايز يقطر لعبة خط الوسط وأعتقد هو شاف ماتش المريخ وشفنا برضو ليك لارك عمل نفس الفكرة كابتن هاني لما حطلنا ثلاثة في خط الوسط وبسبب التداء في خط الوسط خسرنا نحن الكرة التانية لأسباب كتيرة بصراحة بس كت واحدة من برضو تاني من النقط اللي بتخصن ده الماتشة الأوي هي الكرة التانية وطبعا الكرة الطويلة بتشغالة باسم نحمر رحيم يعني من أول المباراة لغاية آخر المباراة ده الأسلوب الأمثل للفرق اللي بتلاعب النادر أهل في مصر عشان تقدر تخلق هجمات نفس الأمر عملوا فيتا كلوب معنا مرة في الشتر الأول جابوا منها هدف وعملوها مرة لما جم خدوا ضربة الجزاء غير المستحق في نهاية المباراة فأنا في وجهة نظري التغيير الوحيد اللي هنشوف بكرة في سيمبة إنه هو بس هيتخلى عن الاتنين اللي جنب بعض وهيخليها أربعة أربعة هيتخلى على رأس حربة من الاتنين وهيبقى أربعة خمسة واحد بزرط أربعة خمسة واحد وأربعة أربعة أربعة واحد طيب على سبيل المثال النادي الأهلي كان في المباراة المباراة الأولى كان بيلعب ثلاثة في نص الملعب كان بيلعب دي يانج وحمدي فتحي وأكرم اعتقاد الشخصي السيناريو هيتغير أكيد أكيد هيتغير أكيد حمدي طبعا إصابة أنت بتتكلم خلال حديثنا بتتكلم عمر السلية محتاج شوية إنه رايح ما بقاش غير عندك أكرم وأنت قلت إنه ممكن محمد هاني رايح فهحط أكرم توفيق هنحل دي إزاي محمد هاني لو رايح هنحط بك بك ونحط بك ونحط نحط نحط أيمن أيمن وكما محتاج طبعا بكرة محتاج برضو يعني ممكن في مساحة لربيعة أو ساعد ده لسا أقول لك ده برضو فرصة لعودة ربيعة ساعد يشوفهم جزء مباراة ولا ممكن يبدأ بيها واحد منهم على أقل تقديري محتاج إنه هو ياخد مباراة كامل آه محتاج يواقع عشان تدخلهم فترة فترة أنا بشوف يا كابتن هاني الفترة دي حلو مهمة مش تيجي تاني آه لسه قلت بقول مبارح بقول لك مش هتيجي تاني لغاية آخر موسم آه مخلاص مش هتجي لك تاني لحداشر يوم دول مش هيجي لك تاني خالص كامل مباريات والضغط اللي احنا هنشوفه ونتمنى نتمنى الضغط يكمل معنا لغاية شهر عشرة ما بداش قد مشكلة عشان بس ننكمل مشوارنا سواء في المحترك الأفريقي أو حتى المحترك المحلي بس الفكرة إن أنا أشك إن يجينا حداشر يوم زي دول تاني حتى إيه ممكن حد يقول لي طب يا كليم ما هيجي توقف دولي آه ما هيجي توقف دولي ما هيجي توقف دولي هيتاخدوا منتخبات صحيح وإذا أضافنا كمان أنا أكيد بغرب لبنون ربما ياخد يروح المغرب وكمان وديانج بيروح مالي فيه بقى كم هائل هيروحوا في أوقات إنت فعلا هتبقى محتاج أو لعيب بس أو اتنين من الخمسة حدتكلم عنهم دول ياخدوا روحة سلبية 48 ساعة يعني ما يلعبوش كرة خالص طب إنت قلت خمس لعيبة ما جبتش سيرة محمد الشناوي هل محمد الشناوي أنت شايف أنه يستمر شايف أنه ممكن برضو يقلل ضغوط شوية ونبدأ نكسب مثلا يعني على لطفي على لطفي على لطفي طبعا أنا ملكة حاسة المرمى عمري ما أقول عليه أنه عنده جهاد ما قدرش أقول هذا إزاي بقى فاشة جهاد حاسة المرمى ما قلتش أنه هو مجهد يعني صعب جدا أنا أقول أنه هو مجهد بسامة مباريات حاسة المرمى بقى عليه محاولات في المدرس بس الإجهاد الزهني برضو يا كريم إجهاد كبير جدا أنا يعني أنا عارف أن حراسة المرمى يمكن كمية الجاري مش كتير لكن عملية التركيز وعملية البوزيشن مجهود أنت بتحس هو بيحس بعد المباراة أنه يعني عمل مجهود كبير طب أنت شايف رؤيتك يعني بسحر حراسة المرمى فيها مدرستين في مدرسة بتقول بعمل روتيشن على حصل بطولة دي واحدة منها مثلا كان أعتقد كانت في برشلونة كان في حارس بياخد الدوري وحارس بياخد لا وإيه مش كاز بس دوري أبطال والأمر دي برضو كان مرة أعتقد ربما في برشلونة هو أبسط مسأل عندي أو أعرب مسأل عندي دي مدرسة أنا بشوفها مدرسة دي مش نجحة لأن لو أنت الحارس المرمى أنا بحب حارس المرمى اللي بياخد كل المباريات ويستمر فيها لغاية ما يحصل حاجة متنية لأقدر الله يحصل إصابة أو أو إيقاف طبعا أو أنه فيه ضعف في المستوى يحصل مشكلة كبيرة فأنت ما تقدرش تتحمي بقى الضغط ده آه سعب بتحصل وأنا بحب المدرسة دي اللي بتعتمل لحارس المرمى لأطول فترة ممكنة حقفازا على ثبات المستوى الروتيشن في حراسة تمامة دي أنا بحب ألش لكن ممكن بكرة يحصل فيه مساحة أن محمد الشيناوي يريح وياخد علي لطفي لأنه برضو علي إحنا جئنا استخدمناه في بعض الأوقات وإيه أثبت جدارة جيدة جدا 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 وكلوته صديات ممتازة فممكن بقى فيه مساحة لكن أنا في حتة إن أنا أقول إن ده تم بسبب إجهاد لأ هنش بتبع إجهاد ولكن بسبب إن أنا عايز أدي فرص آه أوكي ده مفيش مشكلة فيها طبعا على مستوى رأس الحربة برضو موضوع الروتيشن الناس بتتكلم الروتيشن برضو على مستوى السترايكر مش كتير أوي خاصة الناس بتتكلم محمد شريف هو اللي نخليه شوية أوه هنا فيه سؤال بقى على الأربعة أربعة أربعة أتنين اللي أنت لعبت بيها في فيتا كلوب والمريخ لإحنا طبعا ندور آخر ماتشين لأننا ملعبناش دوري بسبب التوقف الدولي فإحنا هنا غيرنا الطريقة وإحنا طبعا متعودين مع موسيماني أربعة أتنين ثلاثة واحد أو لما بيهاجم بشكل فيه يعني شهراسة شوية بيحول الأربعة ثلاثة ثلاثة فالأربعة أربعة أتنين بدأ خدناها لو إحنا محتاجين نقطة من ماتشات معينة وعايزين نوصل للمرمة بسرعة أنت وصولك للمرمة فأربعة أربعة أتنين أسرع بكتير من أربعة أتنين ثلاثة واحد التطبيق الصح ما إحنا شفنا أربعة أربعة أتنين في الماتشين فيه ماتش طبقناه عشرة العشرة اللي هناك ولعبنا برضو بنفس التشكيل قدام المريخ وما عملناش نفس الشكل هو تطبيق الطريقة بشكل صحيح فوجة نظرة كابتن هاني فوجة نظرة الشخصية فارق التطبيق ما بين ماتش فيتا كلوب وماتش المريخ هو اهتزاز الأداء بعض الشيء بعض الشيء عند محمد هاني والزهني عند بدر بينهم لكن بقية الفريق إحنا بدأنا بهجمة لمحمد شريف كان ممكن يجي منها هدف بسهولة جدا هو كان في مواجهة الحارس لما مرهوه محسن نزله الكورة هنتكلم عليها دايما داخل منطرة الجزاء وفرصة بعديها برضو كانت لمرهوه محسن فالطريقة كانت ماشية بشكل كويس جدا لكن المشكلة خاصة الاهتزاز من الهدفين الهدف الأول خطأ وعايب تحصل لا يوجد مشكلة ولكن هنا في نقطة مهمة لو هنحافظ للاربعة لاربعة الحمد لله الحمد لله إن الإصابة اللي حصلت فيه التدريبات بسيطة لكن لو هتكمل باربعة أربعة أثنين الأساسي فيها مرهوه أساسي فيها عايز تريح ريح محمد شريف وإدي فرصة لأي حد تاني طيب أربعة أثنين ثلاثة واحد نرجع بقى الأقديمه لو في فكر المسلماني إنه هو هيبدأ باربعة أثنين ثلاثة هنرجع لأقديمه يبقى خلاص هنا دور مرهوان محسن بيتشال على الدكة لأن زي ما اتفقنا مرهوان جهده بشكل كويس جدا 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 لما بيكون معاه حد جنبه حد بيشين من عليه وتعتمد على مرهوان في القتل العالية هنلعب أربعة أثنين ثلاثة واحد يبقى أنت محتاج تعتمد على محمد شريف أو بوالية أو صلاح محسن الثلاثة دول هم اللي بيقدروا يقدموا الدور المهاجم في الطريقة دي بشكل مميز طيب هل يا طارح هيدي مثلا هيبدأ بأفشة ولا أنت شايف أن وليد سليمان التوقيت ممكن يديله من الأول جزئية فنية بالنسبة مثلا طاهر محمد طهر هل نستفيد بطهر محمد طهر في أول مباراة ولا كبليميكر وأجيه ويبقى عندك الشحات يعني قلنا التلاتة اللي تحت رأس الحربة توظيفهم بكرة ممكن يكون ازاي أنا أتمنى أنه يدي ناصر ماهر بلاي ميكر آه يدي ناصر ماهر بلاي ميكر ويدي وليد سليمان على الخط ويدي طهر محمد طهر ويغير من الرباعي الأمامي ويدي مساحة لأن اللعيبة فعلا يعني يكون ثنائيات جديدة ساعات كابتن هين ساعات في توليفات بتحتاج أن يتغير بمعنى طهر مثلا بلعب مع أجيه ويجوا يعملوا يعني هم يغيروا أما كنهم مع بعض ساعات ما بتنجحش زي مثلا فوجة نظر الشخصية البحث حسين الشحات وأنا كده بحل الأداء في مبارات كتيرة لقيت نوم ساحب ما جي نادي الأهلي تخيل أحلى أحلى لحظاته مع النادي الأهلي لما بيلعب وينج ليفت مش وينج رايت أحلى لحظات حسين الشحات مع النادي الأهلي لما لايب على الشمال وقد مثال هدفه في نادي الزمالك لما رقص حمد النقاز كان ليفت وينجر هدفه في الوداد لما لم الناس وبعطرهم وعمل الجون الماردوني ده كان ليفت وينجر في كاس في المونديال لما جاب الهدف من العمق كان جاري من الشمال ولشان بيلعب برجليل يمين فالدخلة بتساعد شوية لو بيلعب ناحية الشمال بيخش فبيتعطل شوية أنا شودي الفاني أنا محلل أنا أقول لك أنا أقول لك التحيي مديفة نساعد يقول لك لا والله أنا بتحييك علينا على راس بس أنا شايف إن هو كويس عليم فأنا بس بقول لك نحسين الشحات مثلا النقطة اللي أنا بقولها دي مثلا إيه المشكلة ما نيجي في ماتش حسين يبدأ على الشمال إيه المشكلة ده أشعليمية لو هي فعلا عدلتك بتخليك مرتاح إيه نها بيع الشمال شوية وخلي بالك ممكن عشر ده ربع ساعة وتعالى ناحية اللي ماتش في ماتش مريخ حسين راح على الشمال فالقصده هي في بعض الأوقات الكابتن هاني بيبقى التوليفة التوليفة بتاعت المجموعة اللي بتلعب في أرض الملعب بتحتاج إن انت تغيرها خصوصا لو نجيته حشان كده حتى الإكسشينج اللي بيحصل والتغيير دايما في كل فرق العالم دلوقتي بيدعبوا بأجنحة هجومية لازم في ماتش الفول باك اللي قدامه يتعود وحافظ الأسلوب بتاع لعب المهاجر طيب آخر سؤال تتمنى يقابل من النادي الأهلي في دور التمنى سان داونز سان داونز سان داونز طب أنا بشجعك لأن أود سان داونز سان داونز أنا أتمنى أتمنى لقابل سان داونز ليه لإن أنا بحب فرق جنوب الأفراق لنا بتلعب كورا فيش عامل نفسية عامل نفسية بعيدة إحنا أول ما بنعرف أنها اللعبة في فريق عربي مهما كنا في عصر إيه بس بيبقى فيه برضو بعض الأمو آه هيقلت عن زمان كتير لأننا لعبناهم كتير أو في فترة أخيرة ولكن ستيل برضو بيبقى فيه شوية كلا موجودين لكن أندي الجنوب الأفراق بنلعب كورا للكورا فقط والتاني حاجة إحنا خلال السنتين آخرتين خدنا خبرة كبيرة جدا 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 باللعب في بريتوريا وعارفين أننا هروح نعب في السنة العصر فبقى الموضوع بالنسبة لنا عادي فأتمنى بصراحة في وجهة نظري أننا في الربع النهائي نلعب صندوق بسؤال ما بتحبوش بكرة ماتش كام كام ومي لها جدوا جوان بكرة إن شاء الله نكسب بإذننا نكسب إن شاء الله نكسب وبإذن الله نكسب برضو نتعدي في وسط الأسبوع بإذن الله مبروات الكاس إن شاء الله كريم بنشكلك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة مستي جدا كابتن شكرا لك دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الأولى هنروح للمؤتمر الصحفي لمستر المسلماني ومحمد الشناوي بعد المؤتمر فاصل ونستقبل النجم الكبير أمير عبد الحميد